رحب بضيفي في الاستوديو رئيس مركز اسبار للدراسات والبحوثة دكتور فهد العرابي الحارثي دكتور فهد أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية المفتوحة لقمة قادة مجلس التعاون الخليجي أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعني ولي العهد قال بأن الملك وجه بتسمية القمة باسم قمة السلطان قابوس والشيخ صباح لماذا وجه الملك سلمان بتسمية هذه القمة بهذا الاسم أولا لأسباب قريبة ولأسباب بعيدة في الوقت نفسه السباب القريبة هو أنه الشيخ صباح الأحمد رحمه الله هو مهندس المصالحة الخليجية منذ أن بدأ الخلاف أو منذ أن بدأت المقاطعة لدولة قطر بذل جهودا كبيرة جدا قبل وفاتها رحمه الله في رحلات مكوكية ما بين الرياض والكويت ما بين القطر والكويت وفي مناطق مختلفة حتى في أمريكا في زيارته لأمريكا ومات وهو كان يتمنى أن يشهد هذا اليوم الذي يشهده خلافه هو سمو الشيخ نواف شيء آخر قديم أنه الشيخ صباح والكويت بشكل عام وبعده الشيخ نواف هم حريصون كثير الحرص على موضوع صمود مجلس التعاون الخليجي وما في شك أنه الخلاف الذي تم ومنقاطعة دولة قطر أضرت كثيرا بمجلس التعاون ويمكن عطلته عن أداء كثير من مهمة خلال الفترة الماضية نظرا لهذا الخلاف الذي تم لماذا بالضبط الأمير الشيخ صباح الأحمد شديد الحرص على مجلس التعاون لسبب أنه هو كان صاحب فكرة مجلس التعاون عندما كان وزيرا للخارجية وأول قمة أو قيمة لمجلس التعاون كانت في الكويت بالتالي هذا البناء الذي ولد على يديه وبالتالي على يدي الزعماء القادة المؤسسون الذين منهم الشيخ السلطان قابوس ما في شك أنه كانوا حريصين وما زالوا حريصين الأحياء منهم على أن يظل هذا الكيان قائم النقطة الأخرى والمهمة يستوي معهم مع الاثنين المملكة والملك سلمان تحديدا والمملكة في موقفها مجلس التعاون لازم نتذكر أنه المملكة ظلت دائما حريصة على وحدة الخليجيين أول مشروع قدم للاتحاد الخليجي كان في قمة الكويت قدم الملك عبدالله الله يرحمه ثاني مشروع للتكامل الخليجي يعني استخدم مصطلح التكامل بدلا من الاتحاد كان الذي قدمه الملك سلمان أيضا في إحدى قمم مجلس التعاون الخليجي اليوم الملك سلمان هو الذي يعيد العجلة إلى مكانها الطبيعي في الانطلاق نحو مستقبل جديد لمجلس التعاون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله أكد على أن توجيهات الملك هو أن هذه القمة ستكون إعلان لولادة جديدة للخليجيين ولمجلسهم ولحكوماتهم الذين تطالبهم شعوبهم بأن يكونوا متحدين في مواجهة المخاطر وليس فقط في مواجهة المخاطر إنما لبناء هذه الأوطان ولبناء هذه الشعوب وقد قطع المجلس التعاون ودول الخليجي مشوار جيد يعني الحقيقة صحيح في 41 عام كان مؤمل أكثر لكن النتائج أيضا كانت إيجابية جدا تحقق 95% من سوق الخليجية المشتركة تحقق المواطنة الخليجية تحقق أو يشرع في بناء السك الحديد التي تصل ما بين عمان في جنوب الخليج إلى الكويت في شمال الخليج تحقق أشياء كثيرة فيما يتعلق بالتعاون التجاري فيما يتعلق بالتحاد الجمركي في قريبا إن شاء الله هناك مشاريع كثيرة يعني ما تحقق من مجلس التعاون حقيقة يخلي الواحد يقول أنه من الظلم لهذا المجلس أن يتوقف عن أدائه الجيد اليوم نعيش هذا العرس الكبير عرس مجلس التعاون الخليجي وعرس المصالحة الخليجية وعرس عودة اللحمة إلى القادة الخليجيين الذين سيقودون بلادهم وسيقودون شعوبهم إلى محطات جديدة في بناء المستقبل المستقبل الذي متوقع له أن يكون مشرقا ليس فقط على مستوى الأمني هناك إلحاح في وسائل الإعلام الكثيرة على المستوى الأمني وعلى المخاطر الذي المتربصة بالخليج من الخصوم التقليديين للخليج سواء إيران أو تركيا أو غيرها أو إسرائيل مثلا لكن المجلس والمهمة التي نحن أمامها هي مهمة تنموية كبيرة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أشار في كلمته إلى الرؤية عشرين ثلاثين الرؤية عشرين ثلاثين بالنسبة للمملكة هي خير كثير لمستقبل هذه المملكة وخارج الطريق كذلك وخارج المملكة أيضا يعني الأمير محمد بن سلمان يعد في كل مناسبة يظهر فيها منذ المؤتمر الذي عقد قبل سنتين في ما سمي بدافس الصحراء كان بيتكلم عن أنه يعني همه الكبير هو أن يتحول الشرق الأوسط إلى يعني مستوى من التنمية ومن التقدم ومن التحول إلى منعطفات المستقبل الجديد بما يرضي شعوب منطقة الشرق الأوسط وبما يجعل منطقة الشرق الأوسط في بؤرة اهتمام العالم طبعا هذا أيضا سينعكس على الدول العربية بشكل عام وعلى الدول الإسلامية أيضا المملكة لها مرتكز مهم بالنسبة للدول العالم الإسلامية سنعود للحديث حول هذه النقطة أهلا بكم مشاهدنا مجددا وأرحب كذلك مجددا برئيس مركز اسبر للدراسات والبحوث الدكتور فهد العرابي الحارثي والبحث السياسي من الكويت محمد الدوسري أهلا بكم دكتور العرابي يعني لأي مدى تتوقع أن يكون لهذه القمة إنعكاسات بعيدة المدى سواء على مستوى الخليج أو على مستوى الإقليم أو حتى عالميا لا القمة في حد ذاتها هي إعلان يعني مهم وضروري لبداية المشوار الجديد مشوار مجلس التعاون ومشوار التآلف والتآخي بين هذه القيادات ونبذ الخلافات التي تمت لكن التعويل هو على ما سيأتي الذي حصل اليوم مهم جدا لكن الأهم من هذا كله ما سيأتي كيف ستكون مسيرة العلاقات الخليجية الخليجية في الأيام المقبلة وفي الشهور المقبلة وفي السنوات المقبلة هل ستنتفي كل عوامل الخلافة التي كانت موجودة هل سيتحقق فعلا طموحات ما أعلن عنه سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم ولي العهد في القمة من أن الوحدة الخليجية ستكون صلبة وصامدة وقوية ولي العهد أكد بأن سياسة المملكة دكتور فهد ورؤيتها كذلك تضع في أولوياتها مجلس التعاون الخليجي ولكن ما هي أهم التحديات التي يعني كما قال ضيفنا من الكويت عالم ما بعد كورونا كيف سيكون شكل هذه التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أولا موضوع كورونا أو موضوع الأوبئة بشكل عام وإحنا عرفنا أهم وأخطر وباء مس الكرة الأرضية كاملة وهو كورونا هذا سينتهي بإذن الله صحيح ربما يستمر عدة شهور ربما يستمر عام آخر لكنه في تقلص مستمر ودولنا هنا في الخليج بالذات الأقل تضررا بين الدول العالم صحيح أنه كورونا أثرت على الاقتصاد الخليجي أثرت على ضعف الميزانيات أثرت على يعني اللجوء إلى الاقتراض في بعض الدول لدعم ميزانياتها مثلا صحيح أنها أثرت أيضا على على مسيرة عجلة التنمية يعني في مشروعات كثيرة توقفت أو أجلت أو علقت إلى وقت آخر صحيح أن هذا الأضرار كلها حصلت من كورونا لكن هذا الموضوع سينتهي ومع الصفاء النيات ومع التعاون والتفاهم والتكامل بين دول الخليج نحن نتنبأ بأن رؤية عشرين ثلاثين للمملكة ستكون يعني منفذ وداعم لكل مشروعات الرؤية لدول مجلس التعاون المجتمعة لأنه ازدهار اقتصاد أو اقتصادات دول الخليج هو لمنفعة دول الخليج مجتمعة بالدرجة الأولى خصوصا لما تتحقق الأشياء الباقية اللي على مجلس التعاون أن يسهم وأن يعمل على تحقيقها وهي مثلا إكمال موضوع السوق الخليجية المشتركة إكمال المشروعات المهمة الآن مثل السكة الحديد وغيرها يعني إنجازات تلتأم أو تنتظم في قائمة الإنجازات التي تمت في السابق من ضمنها مثلا توحيد الطاقة في دول الخليج إلى آخره طبعا يعني يصعب الواحد أنه يستعرض كل الإنجازات اللي سووها مجلس التعاون الخليجي لكنه نحن نتطلع أنه في المرحلة المقبلة بعد هذا الدرس العميق اللي احنا تلقينا كلنا في المنطقة من خلال هذا الخلافة والخصوم التي تمت أنه الانطلاق إن شاء الله ستكون أكبر يعني الشعوب الخليجية اليوم تحتفل كل شعب في دولته يحتفل بهذه المناسبة الكبرى التي جمعت قلوب الخليجيين من جديد حول طاولة واحدة وحول بيان واحد وحول اتفاق واحد تتطلع هذه الدول طبعا أنه هذه المسيرة يكون لها نتائج إيجابية على المستوى الأمني مثل ما أشيري أيضا في الكلمات اللي ألقيت في القمة على كافة الجوانب وعلى كافة الجوانب والتنموية بالدرجة أعود لضيفي في الستوديو الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبال الدراسات والبحوث إذن كما استمعت معنا لزميل أحمد العلكمي يقول بأنه بعد دقائق سنشهد البيانة الختامي لقمة السلطان قابوس والشيخ صباح كيف تتوقع أن يكون شكل هذا البيانة الختامي؟ بالنسبة للبيان بالذات الختامي أنا أعتقد أنه سيتضمن أهم ما ورد في الجلسة الجلسة الافتتاحة اللي شاهدناها كلنا على التلفزيون تلخيص لأهم الأفكار التي قيلت وتم تداولها سواء في كلمة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان باعتباره رئيس القمة نيابة عن الملك سلمان أو في كلمة الشيخ نواف الأحمد أو في لتفضل فيه أمين عن مجلس التعاون الخليجي أعتقد أنها ستتضمن هذه الأسس الأساسية التأكيد على وحدة الخليجيين التأكيد على وحدة مجلس التعاون الخليجي التأكيد على أن الطريق المستقبل أصبح ممهدا اليوم بالنسبة لدول الخليج بالنسبة لقادة الدول الخليج في أن يكون التفاهم بينهم إلى أعلى مستوى بعد التجربة المنيرة اللي مرينا فيها كلنا الأهم من هذا كله هو بيان العلاء بيان العلاء اللي هو يتضمن الفقرة الأساسية فيما تم الاتفاق عليه في المصالحة الخليجية هل سيتضمن هذا البيان الأسس التي على أساسها تمت هذه المصالحة وما هي هذه الأسس إلى الآن ما عندنا معلومات كافية عن الموضوع هذا بالفعل نحن ننتظر تفاصيل أكثر عن هذا البيان الختمي وما سيحوي يعني دائما كانت المملكة منعطفا مهما في الكثير من القرارات التحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت كذلك على أرض الواقع ولصالح شعوب الخليج والمنطقة عامة كيف تنظر لهذا الدور للمملكة في مسيرة العمل الخليجي أولا نحن نحمد لشركاءنا في الخليج أنهم دائما يسمون الشقيق الكبرى ونحن بالفعل الشقيق الكبرى سواء جغرافيا أو سكانيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو حتى على مستوى الثقل في العالم العربي والعالم الإسلامي على وجه الخصوص نحن نتمتع ولله الحمد بموقع مهم جدا من وجدان أكثر من مليار وسبعمائة إنسان على وجه الأرض باعتبار أنه نحن نقوم بخدمة الحرمين الشريفين ديار المقدسة لعالم الإسلامي كلها موجودة على أرضنا طبعا إضافة إلى ثرواتنا الأخرى والبشرية وغير البشرية طبعا ونحن نحمد لهم أنهم دائما يدعونا بالشقيق الكبرى لهذا دور الشقيق الكبرى أن تكون دائما في مقدمة الصف وفي مقدمة الجهود التي تأخذ بهذه الدول إلى ما يحقق مصالحها ومصالح شعوبها على المستوى التنموي وعلى المستوى الأمني وقد لحظنا هذا حن في مناسبات كثيرة يعني لازم نتذكر حن موقف المملكة العربية السعودية من هجوم صدام حسين على الكويت وكيف خرجت القوات العراقية من الكويت وعادت الكويت إلى وضعها الطبيعي كواحدة من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي جهود المملكة وما بذلته المملكة في هذه الطريق ملحوظة ومقدرة لدى الكويتيين جميعا ولدى الخليجيين الآخرين لنتذكر أيضا موقف المملكة من ما كان يحدث في البحرين حينما قامت بعض القوى التخريبية في البحرين بمحاولة زعزعة الأمن البحريني المملكة كان لها وجود قوي جدا في مواجهة أي نزعات تجي أو تدخلات من خارج البحرين في ما يزعزع أو يزلزل وجود استقرار الأمن في الكويت التنسيق بين الأمارات والمملكة العربية السعودية على أعلى مستوى سواء فيما يتعلق بالتكامل في بعض وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بأمن المنطقة فيما يتعلق بتنمية المنطقة أيضا المملكة العربية السعودية يعني يمكن بالأشياء أو بالعوامل عناصر التي أنا أشرت لها جعلت المملكة تتبوأ هذا المكان ومطلوب منها في المستقبل أن تكون دائما من أشد الحريصين ومن أشد على أن يكون دول الخليج في أعلى مستوى من مستويات التنسيق والتعاون والتفاهم والتكامل ونحن نؤمن في المملكة العربية السعودية أن أمن الخليج هو من أمن المملكة وأن من أمن المملكة هو من أمن الخليج هذا شيء طبيعي يعني عمقك الاستراتيجي القريب منك هو دول الخليج التي أنت داخل معها في هذه المنظومة منظومة مجلس التعاون الخليجي بالتالي أعتقد أنه رعاية هذا المنتج العظيم الذي عمره الآن 41 عام أن يستمر إن شاء الله إلى سنوات طويلة وأن يشهد الكثير من التطور والرقي ونحن نؤمن بإيمان المملكة حقيقة بهذه التجربة وأنا ذكرت قبل شوي في بداية الحلقة ذكرت أنه أول مشروع يقدم للاتحاد الخليجي قدمت المملكة العربية السعودية الملك عبد الله في قمة الكويت في إحدى قمة دول المجلس التعاون في الكويت سنعود للحديث عن التكامل الخليجي الذي قدمه الملك سلمان اليوم الذي يجمع الخليجيين حول طاولة واحدة ويؤكد على وعدتهم أيضا الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان سنعود للحديث عن التكامل الخليجي وهذا الكيان الثابت كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاهدين يلا حيا ونورت المملكة هكذا استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رحية رحية تتورت المملكة تتورت المملكة دكتور فهد كباقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كيف استقبلت وكيف نظرت لهذا الترحيب من الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم خليني أول شيء أشير للموقف الشجاع الأول الذي تم أمس وهو فتح الأجواء المملكة والحدود البرية والبحرية يعني حتى قبل انعقاد القمة أنا أعتقد هذا كموقف شجاع ورائد يحسب للمملكة ولملك سلمان ولملك سلمان ولملك محمد بن سلمان الموقف الثاني وهذا شيء متوقع من شيئم العرب ومن شيئم أهل الجزيرة حينما يأتي أحد إلى دارك أو منزلك أو مقرك أن ترحب فيه وتقول الله هيك ونور ديرتنا أنا أعتقد أنه اهتبست أنفاس الخليجيين وربما شرورقت عيونهم أحيانا ببعض الفرحة حينما تعانق الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد لأنه في النتيجة الذي يجري في العروق ليس ماء وإنما هو دم ليس الشيخ تميم ولا محمد بن سلمان هم اللي يختاروا أن يكونوا جيران وأن يكونوا من أرومة واحدة وأن يكونوا يعني شعبهم شعب مشترك لديه كثير من القيم المشتركة إن لم يكن تكامل كامل في كل الأشياء وبالتالي منتظر من الأمير محمد أن يقابل الشيخ تميم بهذه الفروسية وبهذا النبل وبهذا الكرم في الأخلاق وأنه يرحب في ديرته وفي بلده الثاني أعتقد أنه هذا كان شيء منتظر لكنه أثلج الصدر كثير من الشعوب الخليجية وخصوصا العراق الاجتماعي كذلك احتفلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي والناس في مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصور وهذه اللقطات وربما كذلك من ليلة البارحة ومواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة بالأخبار التي سبقت هذه القمة هذا يعني شيء واحد يعني أنه في فترة الخصومة شهدنا في السوشال ميديا يعني كلام كثير لا داعي لاسترجاعه الآن ما هو جيد كلام يعني غير لائق من الطرفين من مختلف أطراف الخلاف الخليجي وشعرنا في وقت ما أن هناك يعني شرخ لا يمكن إصلاحه على الإطلاق بعد كل هذا الذي حصل وبعد كل هذا الذي تم في وسائل التواصل الاجتماعي لكن ما حدث اليوم والبارح واليوم الحقيقة بيّن أنه هذاك اللي حصل هي لحظة غضب أو لحظة زعل حتى من الذين اشتركوا في زفة الشتائم والسباب في السوشال ميديا وأن الحقيقة الثابتة والراسخة هي المحبة التي عبر عنها ومهما ربما كذلك بلغت حدة الخلافات بين الأشقاء في مجلس التعاوى الخليجي إلا أن يعني أواصر الوحدة والمصير المشترك التي أرسى دعائمها الأباء المؤسسون لهذا المجلس والكيان كذلك الراسخ ثابتة وراسخة ولا يعني تهزها ربما خلافات أو فتور في بعض الجوانب شوف يعني من طبيعة البشر أن يكون هناك دائما في اختلاف وجهات النظر وأن يكون هناك اتفاق في وجهات النظر أيضا ومن المصلحة أن يكون هناك اتفاق في وجهات النظر وأحيانا من المصلحة أن يكون هناك أيضا اختلاف في وجهات النظر لأنه لما نختلف في وجهة النظر معناته أن نحن نبحث عن طريق أفضل يقودنا إلى مستقبل أجمل بالتالي نحن لا ننادي أو ندعو إلى أن لا يكون هناك خلافات مطلقا بين الخليجيين لا يكون فيه اختلافات لكن لا يكون فيه خلافات فيه فرق بين أن يكون هناك اختلافات وفيه فرق بين أن يكون هناك خلافات ولا أعتقد أنا بعد التجربة التي مرينا فيها في خلال الثلاث السنوات الماضية 42 شهر لا أعتقد أنه لدى أي واحد من القادة الخليجيين أو من الشعوب الخليجية تفكير في أن يعيد التجربة كما كانت بنفس المستوى من المرارة والتعطيل والأشياء التي يعني لا يستطيع أحد يقول أنها كانت إيجابية مستحيل يعني كانت بالعكس كانت مضرة لكل الأطراف مزعجة للشعوب الخليجية التي كانت تتطلع إلى وحدة تتطلع إلى كونفدرالية تتطلع إلى تكامل تتطلع إلى مواصلة البناء لكن مواقف اليوم والأمس مفرحة ومشجعة وأجواء إيجابية جدا سنستعرض بعض اللقطات أنتم مشاهدين ونحن كذلك لوصول القادة إلى مطار العلى في وقت سابق هذا اليوم موسيقى 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 سنوات طويلة تجاوزت ثلاثة عقود لم يتغيب خلالها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبة مجلس التعاون الخليجي فلقب الدبلوماسية الخليجية والعربية لم يطلق عليه جوزافا إذ يعد الشيخ صباح ممن أسهم في إنشاء البيت الخليجي عام 1981 وترك بصمة وأثرا بالغا في الحفاظ على الصف الخليجي ودعم المواقف المشتركة بين الأشقاء الستة فضلا عن تقريب وجهات النظر فيما بينهم واقع الغياب موجع ولكن لا حينة أمام حكم القدر بفرض الفراق ولأول مرة تحضر قمة الخليج دون وجود لمهندس المجلس وعراب السياسة الكويتية داخليا وخارجيا دور سياسي قاده الشيخ صباح على الصعيد الخليجي والمنطقة عموما حيث ساهم في دعم العديد من القرارات التي أخمدت شرار الأزمات وانصبت مصلحتها على المواطن الخارجي فكما وصف الراحل صباح بأمير الإنسانية فهو أيضا رسول سلام وقائد استثنائي يتمتع بالحكمة والحنكة السياسية سلطان عجيان الإخبارية أرحب بكم مجددا مشاهدين مع ضيفي في الاستوديو الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث أهلا وسهلا بك مجددا أهلا وسهلا يعني كنت تتحدث في وقت سابق عن التكامل الخليجي كيف تنظر للتكامل الخليجي مع هذه الأجواء الإيجابية التي تسود المجلس هذا اليوم كيف كذلك يمكن الحفاظ على المكتسبات التي حققت على مدى السنوات الماضية أولا كل ثقة مثل أي مواطن خليجي في أنه المملكة العربية السعودية حينما قررت أن تعقد هذه القمة كانت واثقة من شركائها في الخليج بأن لديهم نفس العزيمة ونفس التوجه لصيانة مستقبل الخليج ومستقبل شعوب الخليج ولهذا أنا أستطيع أن أقول أنه يمكن قمة القمم هي القمة العلاء وقمة العلاء هي انطلاقة جديدة بحماس أكثر رسوخ وأكثر ثقة نحن نعول على الأيام القادمة كما قلت قبل قليل الذي حصل شيء عظيم جدا لكننا ننتظر ما سيأتي فيما بعد على مستوى التفاهم والتعامل والتكامل بين زعماء الخليج وعلى مستوى ما يحقق تنمية هذه المنطقة وما يحقق أمن هذه المنطقة أنا أقول أن هناك أيضا دور ينبغي أن بعد إصلاح البيت الخليجي ينبغي أن تقوم دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بمحاولة إصلاح وترميم البيت العربي البيت العربي تضرر في مناطق كثيرة في ليبيا في سوريا في العراق في مناطق كثيرة من العالم العربي تضرر كثيرا وتفكك واليوم العالم العربي في أوهن وأضعف يعني فترات تاريخه أعتقد أنه واجب المملكة وواجب دول الخليج بعد أن تم ترميم ولله الحمد البيت الخليجي أن يتم التوجه الآن إلى ترميم البيت العربي وإعادة الحيوية إليه وإلى الجامعة العربية والجامعة العربية في إطار يعني في رؤية جديدة وستراتيجية جديدة مختلفة بصراحة لأنه لأنه في مواجهة المهددات التي تهدد المنطقة العربية بكاملها أعتقد أنه من الضروري والمهم أن يكون هناك أيضا إحياء لعروبة العرب وبالتالي عروبة العرب ستكون عونا ودعما للمشترك الديني مع مليار وسبعمية إنسان المملكة العربية السعودية هي المؤهلة للقيام بهذا الدور أكثر من أي دولة أخرى لعدة أسباب أهوان أهمها وأبرزها أنه لديها قيادة العالم الإسلامي الحرمين الشريفين موجودين في المملكة العربية السعودية مقدسات المسلمين موجودة في المملكة العربية السعودية الملك المملكة العربية السعودية يقدم نفسه كخادم للحرمين الشريفين وإمام للمسلمين وبالتالي هذا الدور ينبغي أن نعيد التفكير في كيف نعيد إحياءه وكيف نجعله هذا يعطي وزن للعرب ويعطي وزن للمسلمين ويعطي وزن للمملكة العربية السعودية على مستوى العالم هناك سؤال فيما يخص صيانة وتحصين البيت الخليجي هناك مهددات كثيرة تهدد البيت الخليجي خارجية هل من صياغ عملية لحماية دول الخليج من أي مهددات خارجية؟ أنا أعتقد أن الخليجيون قادرون على أنهم يحمون مكتسباتهم ويصونونها بشرط أن لا يتصل الاختلاف في وجهات النظر إلى درجة الخلاف وإلى درجة الخصومة مثل ما حدث في التجربة الماضية أين هي النقطة الفاصلة بين الاختلاف والخلاف؟ الاختلاف طبعا يكون في وجهات نظر متعددة طبعا ونصل في النتيجة إلى وجهات نظر موحدة من خلال دمج هذه الأفكار والمزاوجة بينها لكي ينشع عنها أفكار جديدة والاختلاف إيجابي وخصوصا إذا بني على الاحترام وبني على الرغبة الحقيقية في الوصول إلى ما هو أفضل وأجمل أما الخلاف لا الخلاف هو بداية القطيعة أو بداية الخصومة أو بداية التنافر وهذا ليس هو المطلوب إذا أردنا أن نحافظ ونحمي البيت الخليجي مثل ما تفضلت ينبغي أن ينطلق هذا من داخلنا أولا نحن أن لا ننقسم نحن أن لا يحصل بيننا أي نوع من أنواع الفرقة أن لا يحصل بيننا أي نوع من أنواع الخلاف لكن إذا استطعنا أن نفعل هذا نستطيع أن نواجه العالم كله كل المهددات أنت ترى دكتور فهد بأن تحصين البيت الخليجي وكذلك حمايتهم من أي مهددات خارجية لا تنعكس فقط على الخليج وإنما كذلك على كافة الدول العربية وعلى العالم ليس فقط على الدول العربية على العالم كله أنت عندك أكبر احتياطي للطاقة على مستوى الكرة الأرضية على مستوى الكوكب كاملا وإنت لديك الممرات المائية الأكثر خطورة على مستوى العالم كاملا أي تضرر يضر أمن الخليج تضرر عميق يضر العالم بأكمله وإلا ما معنى هذه الأساطيل الموجودة لدينا في بحار المحيطة بنا من كل جانب ما هو بس لمجرد حماية الخليج للخليجيين لا حماية الخليج للعالم ومن أجل يعني رخاء العالم بالتالي مسؤولية الأمن في هذه المنطقة مسؤولية الخليجيين بالدرجة الأولى لأن هذه أرضهم وبلادهم وشعوبهم لكنها أيضا مسؤولية العالم العالم لن يسمح أبدا بأن تهدد أهم المرات المائية بين الشرق والغرب التي تعبر من خلال جغرافية كنت ولن يسمح أيضا أن يكون هناك مهددات لمصالحه في المنطقة نحن أيضا لن نسمح لأن هذه أرضنا وهذه ترابنا ونحن يعني لا كيانة لنا ولا بقاء لنا حينما يتضرر أمن المنطقة وبالتالي مصلحة أمن المنطقة مصلحة أمن الجميع ما يجب أن تضع تكون في أي مستوى من مستوى المساومة أو الخلاف أمير الكويت أكد في كلمته على حرص القادة على لحمة الخليج كيف رأيت يعني أنعكاس هذه اللحمة على أرض الواقع من خلال الصور التي ربما شاهدتها معنا على الهواء مباشرة سواء في أثناء الاستقبال أو حتى في الصور الجماعية أو تحت أو داخل صالة مرايا والمبنى الذي تقام داخله الآن الجلسة وسينتج عنها البيان الختامي ربما بعد دقائق شوف أنا لم أرى في أي يوم من الأيام أي قمة خليجية كانت متابعة ومراقبة من الناس في الخليج وخارج الخليج على مستوى العالم مثل قمة العلاء مثل القمة التي انعقدت اليوم لأنها العالم كله كان ينتظرها لأنها تحمل رسائل ستحمل رسائل كثيرة وهي تدل أو تعطي مؤشرات مهمة جدا على مستقبل هذه المنطقة ليس فقط منطقة الخليج وإن منطقة العربية منطقة الشرق الأوسط بالكامل بالتالي العالم كله كان أمام هذه أمام شاشات التلفزيون لمتابعة هذه القمة الأهم قمة مرت على دول مجلس التعاون خلال الأربعين سنة الماضية هذا واحد اثنين أنا لاحظت تابعة شاشات التلفزيونات العربية عموما والخليجية على وجه الخصوص وكنت أحس في كل المحللين اللي خرجوا على الشاشات كنت أحس فيهم أنهم يعلنون بكل صراحة ووضوح عرس الخليج اللي في داخلهم هم منعكس على وجيههم وعلى كلامهم وعلى استبشارهم بما حدث وتوقعهم إن شاء الله للأجمل والأفضل أنا أشكرك جزيلا كنت معي ضيفها في الستوديو رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث الدكتور فهد العرابي الحارثي شكرا جزيلا لك ولحديثك الأثريجي دائما شكرا لك الله يطور عمر شكرا